يعني فعليا انت من هذا الفيديو لو هتشوفه و هتعمل اللي حيصير بهذا الفيديو ان شاء الله لح ترطلع بXP محترم باللعب بفورتنات حاليا ان شاء الله لحقلكم عن اماكن الXP للاسبوع التاسع يلي هو لحيكون معنا ولي اول مرة 2XP دهبي و 2XP باربل هدول اتنين انت بس اذا ما بدك تاخد كل الXP حاول خود بس الXP الدهبي و الXP الباربل مشاء الXP و مشاء ان تلفيلي بشكل عام لانه فيه ستعلات دهبية و ملونة لازم توصل لفل عال لتاخدها وبعدا منا فيه كمان تحدي مخفي ب20000XP لحقلك عليه ان شاء الله مشان هيك انت تكون وضعك بالتمام بالنسبة للXP تطلع بس من هذا الفيديو عاقلي عامل تحديات الXP الدهبي و الXP الباربل والتحديات المخفية و ان شاء الله هيك لح تاخد XP حلو بس لو مجرد انت عملت هالشغلتين هدول فاذا انت اول مرة عند تشاهد فيديو القناة يارد تشارك فعال زر الجارس تحط لك تكتو كمي تحلو برايك لان رأيك بهمني جدا و كنت دعم بالقناة مشوبني متسالة و حاولت تدعمني فيه طبعا يارد تدعمني فيه و يلا مع بعض فعلا والله بسكان الطابل الارضية و فيديو جديد بالنسبة لاماكن XP يا شباب و للتحدي المخفي هلا مبدأ ايا لحلوك على التحدي المخفي بعد مننا ارجاعكم لاماكن XP ولكن لح اشرح لك يا هون و لحلوك هلا بعد مننا الفيديوهين ورا بعض بالنسبة لتحدي المخفي للXP بالنسبة للXP يا شباب هلا معنا اتنين دهبي و اتنين باربر و ثلاثة زرق و ثلاثة خضر هيك بالنسبة للXP معنا او اربعة خضر خلينا نقول هادول هنين بالنسبة للXP معنا الاسبوع التاسع الXP يا شباب مهم جدا للتلفيل و حاليا اللي احنا معنا شركة فورتنايت لانه قربت لنهاية السيزون فشو عم تعمل هلا هي عم تكتر شوية XP فاية كترت الXP الجولد الXP الجولد اكتر شو بيعطيك XP موجود عنا اتنين اكس بي جولد واحد بجنب الغابة تبع وبينجود واحد بمنطقة ستارك قريب على ستين الاتنين اللي حورجيك هون طبعا بالفيديو والباربر الموجودين طبعا باماكن مكشوفة اللي حورجيك هون كمان بالفيديو ولحابب تكمل باقي اللي هنا الازرق والاخضر كمان بيعطوك اكس بي جيد مو سيئ جدا فنحتركك كمان مع المقطع بورجيك كل الاماكن فانا اللي حرتب لك هون من الجولد للباربر للازرق للاخضر بالنسبة للاماكن وقبل منا لحورجيك طبعا الفيديو الخاص بالتحديات السرية تحديات السرية طبعا من كل تحديس ينزل معنا تحدي سر جديد التحدي السري حاليا اللي معنى اللي هو بمنطقة ستير بي سوان بالإزارة امامكن كاليك انك انت تنزل على هديك المنطقة وتنزل على المعمل اللي فيه مثل احواض كبيرة تبع ستيرب كان لونه ازرق هاليا حاليا بالهالوين صار لونه اخضر كاليك انك انت تنزل تسبح جوات هادا تبعا اللي ستيرب تنزل بقلبه وتنطع البرميل الثاني تنزل بقلبه يتحوله لللون الازرق وبعدا منه بتاخد عشر تالاف اكس بي وفيه شغلة سرية تانية يلي هي بجنبه فيه بتلاقي قزم صغير او هيك بتلاقيه هو اسمه قزم يمكن بتروح على هذا القزم بتضربه او بتوقف بجنبه بتلاقيه بيشتغل من تحت صاروخ هيك على ظهره وبيطيره خلاص الموضوع اخرت عشر تالاف الف اكس بي هيك لحنا بالنسبة للأكس بي معنا يا شباب وللتلفيه فاحتركاكم مع مقطع صغير بورجيك مكان القزم ومكان التحدي السري وبعدا منا وورجيك اماكن الاكس بي بالترتيب بالنسبة للجولد بعدين الباربر متل ما حكينا فشكرا لكم يا شباب كنت دعم بالقاتل مشوا بنيمو 9 وترككم مع المقطع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة